دونيا باطمة تتعرض لانتقادات بسبب خدوعها لعملية جميل جديدة فقد أحدث آخر ظهور للفنانة المغربية دونيا باطمة جدلا كبيرا عبر منصات تواصل اجتماعي وذلك بسبب تغيير ملامحها بشكل ملحوظة حيث تنقلت صفحات عبر موقع تواصل اجتماعي انستغرام صورة للفنانة المغربية دونيا باطمة والتي بدت بملامح مخيفة على حد تعبير عدد كبير من المعلقين على الصورة وقد أوضح نشاطاء موقع التواصل اجتماعي انستغرام ان دونيا باطمة قامت بوضع وجه جديد من خلال خدوعها لعملية جميل وهو الامر الذي تعودت على القيام به بين الحين والآخر ويوشار الى ان الفنانة المغربية دونيا باطمة كانت قد خدعت قبل فشرة لعملية جميل على مستوى الدقن او ما يعرف بتقنية تكساس وهي تقنية تقوم بتعريض الفك الى ان والذي لاحظه رواد موقع التواصل اجتماعي ان دونيا باطمة قد اغلقت خاصية التعليقات على الفيديو الذي نشرت وذلك بعد الملاحظات والانتقادات الكثيرة على شكلها الجديدة ومما جاء في التعليقات واش بدلت الوجه تاني كن غير خليتي وجه عاشورة كان زوين اما هاد الوجه جا غير هيفا ما جيكو بيكولي خسرتي وجهك يختي يهديك الله رجعي سوابك وبارك عليك من لعف وجهك ولا غادي توصلي تحويش تولي تبكي الدم على الخليقة اللي خلقك بيها ربي اشتركوا في القناة